في بلد فيها 3 أسعار للدولار عزيزي المواطن أو المستثمر الأجنبي أو الاقتصادي أو المحلل أو المراقب أو أي حد لو أنت قاعد في مقصورة الدرجة الأولى فهتلاقي في مصر 3 أسعار للدولار سعر في البنك المركزي اللي هو السعر الرسمي اللي هو 30 جنيه و90 إرش وسعر في السوق السوداء اللي هو يعني النهاردة بنبشرك أنه هو تجاوز لـ 40 جنيه بـ 40 جنيه و75 إرش وسعر في حاجة اسمها سوق العقود الآجلة اللي هو بيتجاوز فيه لـ 41 جنيه الخبر من العرب الجديد الدولار يقفز إلى 40 جنيه و75 قرش في السوق الموازن اللي هو السوداء وسعر الذهب مستقر الحمد لله سعر الذهب مستقر بعد ارتفاعها بنسبة 5% في الأسابيع الماضية أزمة شح الدولار لازالت مستمرة وتراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء لازال مستمرة بسبب نقص المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الطلب عليها من جانب المستوردين والمصنعين والتجار لسه أزمة الدولار موجودة لسه موجودة لسه النظام مش لاقلها حلول الحقيقة لا على الرغم من بيع الأصول على الرغم من كل حاجة لكن مش قادر يتعامل مع أزمة العملة سعر الدولار زاد في تعامل السوداء لـ 40.75 40 جنيه و 75 إرش للبيع و 39 جنيه و 75 إرش للشراء اليورو وصل لـ 43 جنيه و 75 إرش للبيع 42 جنيه و 75 إرش للشراء والسعر الرسمي 33 جنيه و 95 إرش احنا بنتكلم على مشكلة كبيرة جدا أن أنت بتتعامل في دولة عايز تجيب لها استثمارات أجنبية والمستثمر اللي هو ببواف مثلا مكاني هنا وشايف كده المشهد من فوق فبيلاقي ثلاث أسعار فما بيبقاش عارف هو لما يجيب الملايين بتاعته عشان يستثمر في خطاع الصناعة ولا العقارات ولا أي حاجة هو هيتعامل بأنه سعر هتقدر أنت تتعامل معه بالسعر الرسمي هيبقى كسبان ولا خسران طيب هيتعامل معك بالبيع بالسعر الرسمي وحد تاني هيتعامل معه بالسعر السوداء فهيخسر الفرق ولا هيكسبه طيب وسوق العقود الأجلة أخبره إيه وبالتالي أي مستثمر أجنبي الرقم ده بالنسبة له رقم مخيف ليه؟ لأنه أنت ما عندكش سيطرة على السعر الدولار أنت عندك ثلاث أسعار النقطة التانية أنت مش قادر تعوم عشان ما توصلش للأسعار دي فيقوم السعر ده يوصل فعلا في السوق السوداء فده واقع موجود في مصر يا جماعة النظام ده في نراسه في الرملة هو مش عايز يبص حواليه إحنا مسبتينه على 30 جنيه 95 قرش ما بيعلاش عن كده لا مش هيكسر حجز الواحد وثلاثين أبدا على جو سيتي عارف حنفي في نورماندي تو طبي عمي بقى أربعين خمسة وسبعين ده كسر الاربعين جنيه في السوق السوداء لا ما ليش علاقة بالسوق السوداء ما لكش علاقة إزاي ما هو واقع موجود ما والمصريين في الخارج مش بيحولوا لك على البنك المركزي اللي بثلاثين تسعين هم بيحولوا على ده عشان يكسبوا عشان يستفيدوا ده واقع موجود بتصريحات محافظة البنك المركزي السابق طارق عامر لما قالك أن تسعين في المئة من أموال المصريين في الخارج ما بجلناش عن طريق التحولات الرسمية أو البنوك بتروح سوء سوداء فأنت لازم تتعامل مع الواقع الموجود ده وتاخد قرار التعوين الصندوق النائد ضغط عليك فيه للسعودية ضغط عليك فيه للخليج اللي كل الدنيا بتقولك يا عمي عوم العملة بتاعتك عشان تغرأ وما تطلعش تاني فالسيسي زي ما قلت لك دافن راسه في الرمل هو وزير المالية وخبراء الاقتصاد وحكومة الضل العسكرية ومش عايزين يقتنعوا أن الـ 40 جنيه 75 إرش أصبح واقع للدولار في السوق السوداء نروح للخبر الثاني ولو علاقة بموضوع العمرة شركات السياحة غاضبة من قيود العمرة بوابة العمرة في مصر بدأت تتلقى طلبات شركات السياحة الراغبة بتوثيق وعقود رحلات السفر للعام الهجري الجاري وحتى بداية موسم الحج وسط موجة غضب من أصحاب الشركات أصحاب الشركات بيقولوا أنه في تسهيلات للشركات السعودية لكن احنا في صعوبات كبيرة جدا علينا الأسعار فيها مشاكل القيود كتيرة جدا على الشركات وبالتالي ده هيفتح الباب لصمصرة رحلات الحج والعمرة اللي هو حج وعمرة في السوق السوداء فأصبح عندك في مصر دولة ونظام رسمي وعندك دولة بتشتغل في السوق السوداء في كل حاجة بنتكلم في الدولار تمام بنتكلم في الحج والعمرة تمام فهينشط سماصرة رحلات الحج والعمرة الذين يروجون لسفر المعتمرين عبر قنوات خلفية للسفر اللي هو سوق سوداء يعني فانت عبقى عندك في الحج والعمرة سوق سوداء الحمد لله إلى الأراضي المقدسة دون أن يتحملوا أي التزامات مالية تجاه الدولة اللي هي نفس فكرة الدولار اللي هي نفس فكرة تحولات المصريين في الخارج كأن الخبرين مرتبطين ببعض كأن ده بينبني على الخبر اللي قبل كده أو مترتب عليه أن انت عندك سوداء بتوصل الشركات أو سماصرة الحج والعمرة اللي هم كمان يشتغلوا بعيد عن الدولة وما يوردوش ليك أي فلوس فيه بس رقم أنا عايزة أرى الحقيقة لو الزمل يجيبوا الجزء اللي فيه تصريحات عضو مجلس إدارة غرفة شركات أهو يعترف عضو ركز معايا لأن الرقم مخيف جدا يعترف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة مجدي صادق في حوار متلفز بصفر كام؟ تمنمائة ألف مصري لأداء العمرة خلال عام الهجري ألف وربعمية أربعة واربعين هو ألفين اتنين وعشرين طيب متين ألف منهم فقط يعني الربع فقط سافروا عبر شركات السياحة الرسمية الرقم ده بيقولك إيه؟ بيقولك الواقع في مصر لما يبقى فيه تمنمائة ألف واحد سفروا متين ألف بس بيروحوا عن طريق قنوات الدولة الرسمية والشركات الرسمية والباقي سوق سوداء والباقي شركات سمسرة فأنت هنا عندك مشكلة عندك خلل هيكلي ده اللي كنا بنكلم فيه مبارح واللي أول مبارح في موضوع البريكس أنت الفكرة عندك مش في القروض الخارجية الفكرة عندك مش أنك تدخل البريكس أو تدخل مجموعة السبعة أو مجموعة العشرين مش دي القضية الفكرة عندك أن أنت عندك خلل هيكلي في إدارة المشهد كله اقتصادياً سياحياً في رحلات الحج والعمرة في الدولار في كل حاجة فالرقم ده بيقولك أن فيه خلل هيكلي في المنظومة الحاكمة لموضوع السفر للمملكة العربية السعودية عشان الحج والعمرة 800 ألف واحد سفروا 200 ألف بس منهم عبر القنوات الرسمية ده تصريح ليه عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أزمة كبيرة جداً لكن مصر الحقيقة والدولة والقيادة والنظام والحكومة والرئيس مش شغلين بالهم بالكلام ده يا عمي عمرت ايه وحج ايه وسوء سوداء ايه ايه المشكلة ما يبقى فيه سوء سوداء والجنيه عدى 40 جنيه ايه الدولار يعدى 40 جنيه فين الأزمة يعني الحقيقة النظام عندنا مش ساكت النظام عندنا رد رد حاسم وقاطع على تجاوز الدولار حاجز لـ 40 جنيه في السوق السوداء وعلى أن ربع الناس اللي بتسافر حجة وعمرة الحقيقة وعمرة بس عشان أكون دقيق سافروا لأضاء العمرة مش الحجة والعمرة ربعهم بس بيجوا للدولة والتلات اربع بيروحوا لسه مصرى يعني السوداء فالنظام قرر أنه يرد على كل ده الحقيقة ويرد على مواضيع البريكس ويرد على صندوق النقد وعلى بايدن يرد على كل حاجة بالخبر الجاي اللي هو خبر لطيف جدا مصر وروسيا يحتفلاني بذكرى مرور 80 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية تحتفل كل من جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية يوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري النهاردة يعني بذكرى مرور 80 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال لك أنه كمان الاحتفالات بتستمر العمدار العام كامل هتشهد تنظيم عدد من الفعليات والبرامج المشتركة اللي بتستهدف تصليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية وقالوا أن فيه شوية براج نورت في أماكن مختلفة وكلام زي كده بيقول لك أنه أنه فيه تعاون وتنسيق ما بين وزارتها الخارجية في الجانبين وهينواروا بورجي مش عارف إيه في روسيا ولا مبنى إيه في روسيا وهينواروا إيه في مصر والعالم المصري هنا والعالم الروسي هنا الحين مش عارف هو جماعة هو مش فيه ليبيل الفضي والذهبي والماسي مش فيه ليه هو 25 سنة و50 سنة و75 سنة و100 سنة هو أي موضوع التمانين سنة يعني جات منين الاحتفال بتمانين سنة هل الناس عادي بتحتفل بالتمانين بالواحد وتمانين بالاتنين وتمانين هل دي مناسبات طبيعية ولا الاحتفال ده يعني فيه رسالة سياسية ما للولايات المتحدة مثلا بعد ما مصر دخلت البريكس اللي فيها روسيا فكمان بنحتفل بالعلاقات يعني فيه السياسة الخارجية اللي بيتباعها عبدالفتاح السيسي الحقيقة فيه أسئلة كتير جدا على خبر كهذا